موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مث انرجي في الفيديو ده ان شاء الله هقولك على اهم الاسئلة اللي لازم تخلي بالك منها كويس جدا وانت داخل اختبار التحصيلي لفترة التانية السؤال الاول او الفكرة الاولى اللي هنتكلم عنها بيقولك اذا كان f of x بيسوي 2x تربيع نقص 5 فان f 3 نقص f 2 بتسوي كم يطر بص معا كده يا شباب هو بيقولك اوجد قيمة f 3 نقص f 2 ده معنا ان انت هتعوض مرة عن x ب3 ومرة عن x ب2 وتنقصهم من بعد طبعا لانه بيقولك نقص يلا كده نعوض مع بعض عن ال x ب3 خلي بالك معايا 3 تربيع بيسوي 9 9 ضرب 2 يعني 18 نقص 5 كده انت عوضت خلاص عن ال x ب3 روح بقى عوض عن ال x ب2 خلي بالنا يا شباب عوض عن ال x ب2 2 تربيع بقى 4 4 ضرب 2 تمانية 8 نقص 5 كده انت عملت ايه شلت x مرة وحطت 3 وشلت x مرة وحطت 2 طلع بقى النتج بتاعك 18 نقص 5 يعني 13 نقص 18 نقص 5 يعني 3 13 نقص 3 يعني 10 اذن الجواب c طبعا يا شباب المسائل دي ممكن يجيبها لك قاعدة واحدة بس يعني يجيلك اوجد f3 مثلا يبقى انت هتشيل ال x وتحط 3 ومسألتك انتهت نشوف الفكرة رقم 2 بيقولك اذا كان المتجهان v بيساوي 3 وk و u بيساوي 1 وسالب 2 متعامدان فما قيمة k ناخد بالنا يا شباب من كلمة متعامدان قولنا عشان متجهين يكونوا متعامدين يبقى لازم حصل ضربهم يكون بيساوي صفر طب ازاي هنضرب؟ هنضرب الاول في الاول ونجمعه مع التاني في التاني ونسويه بصفر يعني هنقول والله 1 ضرب 3 تلاتة ناقص 2 ضرب k يعني ناقص 2k كل ده شباب لازم يكون صفر هو ده شرط التعامد حل بقى المعادلة بشكل طبيعي جدا ودي سالب 2k دي الناحية التانية يبقى 3 بيساوي 2k تفضل بقى هات قيمة k اقسم بقى على ال 2 هنا وهنا دول مع السلامة يبقى k يساوي 3 على 2 الجواب c السؤال اللي بعده بيقولك يا ترى قيمة z التي تجعل متوازي الاضلاع المجاور معينا ازاي المتوازي يصبح معين يا شباب اذا كان في ضلعين متتاليين متطابقين يعني ايه الكلام ده يعني عشان متوازي الاضلاع ده يكون معين لازم الضلعين المتتاليين دول يكونوا زي بعض وبالتالي الشرط اللي عندنا ان يكون اتنين زد بنقص واحد يساوي زد زائد واحد وهنا طبعا مش هتتعب نفسك وتحلها كمعادلة انت اسهل حاجة عندك هنا انك تجرب الاختيارات جرب كده ان الزد تكون بواحد ده معنى انك هتروح تشيل الزد وتحط واحد لو طلع الطرف الايمن بيساوي الطرف الايصر يبقى انت حلت صح عوضت كده عن الزد بواحد اتنين ضرب واحد يساوي اتنين اتنين نقص واحد واحد ولو شلت هنا الزد وحطت واحد هتبقى واحد زائد واحد اتنين هل الواحد بتساوي اتنين لا طبعا يبقى اذا الاختيار الاول ده غلط نروح نعوض كده عن الزد باتنين ونشوف لو حطت هنا زد باتنين هيبقى اتنين ضرب اتنين يساوي اربع اربع نقص واحد تلاتة حط هنا يلا الزد باتنين اتنين زائد واحد ايضا تلاتة إذن الطرف الأيمن بالفعل طلع بيساوي الأيصر لما زد كانت باتنين إذن الإجابة بي السؤال اللي بعده بيقولك من الشكل المجاور مجالة دلة F of X بيساوي كام هنا شباب عندنا دلة مرسومة ولما يسألك على المجال عينك مباشرة على محور X شوف بداية الرسم البياني فين وانهيته فين وركز في اللي أنا قلته لك عينك على محور X خلو بصيت هنا هتلاقي الدلة بدأة من النقطة دي اللي هي لما ننزل على محور X هنا هتكون سالب اتنين وتمشي كده هتلاقي الدلة متصلة لحد النهاية بتاعتها عند النقطة دي اللي هي موجة باتنين يبقى إذن المجال هنا يا شباب هيكون من سالب اتنين مغلقة لأنه عندك النقطة مظللة أهي إلى موجة باتنين أيضا مغلقة يعني الجواب بي السؤال اللي بعده بيقولك الدلة الرئيسية الأم للدلة HX بيسوي X زائد اتنين لكل تكعيب زائد اربعة هنا شباب عشان تحصل على الدلة الرئيسية الأم انت محتاج تعرف أن القوس X زائد اتنين لما تفكه للقوس تكعيب هيديك X قوس كام يا ترى فكل اللي سيادتك هتعمله أن التلاتة دي لما تيجي توزعها على القوس هيصبح عندك الـ X دي X قوس تلاتة فعشان نحصل على الدلة الرئيسية الأم هنا هتدور على F of X يكون فيها X تكعيب وبالتالي الجواب هنا هكون الجواب B السؤال اللي بعده بيقولك إذا كانت X تتغير عكسيا مع Y وكانت X بيسوي سلب 12 لما Y بيسوي 2 فما قيمة Y عندما X بيسوي 6 مفتاح الحل هنا يا شباب هي الكلمة دي X تتغير عكسيا مع Y وبالتالي انت عندك هنا X بسلب 12 هذه الـ X لما Y كانت بـ 2 فيترى الـ Y هتكون بكام هو ده المطلوب لما X كانت بـ 6 في التناسب العكس يا شباب احنا مش بنستخدم الضرب التبادلي الضرب التبادلي دايما بنستخدمه في التناسب الطردي طب أمال احنا هنعمل ايه هنا هنضرب العددين دول في بعض تقسيم العدد المقابل للمجهول فهنضرب 2 ضرب سلب 12 تقسيم العدد المقابل للمجهول يا شباب اللي هو الـ 6 ممكن نختصر هنا الـ 2 مع الـ 6 فيها الثلاثة أصبحت مسألتنا سلب 12 تقسيم ثلاثة يعني سلب 4 الجواب دي السؤال اللي بعده بيقولك الأساس R في المتسلسلة الهندسية المتقربة فين القاعدة اللي بتمثل المتسلسلة الهندسية المتقربة طبعا شباب القاعدة هنا ان يكون الواحد أكبر من القيمة المطلقة للأساس يعني ايه الكلام ده يعني يكون الواحد أكبر من القيمة المطلقة للأر بما أن أر هو أساس المتسلسلة الهندسية السؤال اللي بعده بيقولك ما المشتقة الثانية للدالة F في X بيساوي 2XX5 نقص X تكعيب زائد 6 طبعا شباب كلمة المشتقة دي قلنا يبقى هنضرب الأس في المعامل ونطرح من الأس واحد يعني كل اللي سيادتك هتعمله هنا هتضرب الخمسة دي في اتنين وتطرح من الخمسة واحد وتضرب التلاتة في سالب واحد وتطرح من التلاتة واحد طيب احنا لو عملنا كده هنكون بنطلع المشتقة الأولى خلي بالك السؤال عايز المشتقة التانية يعني حضرتك هتشتق مرتين طب يلا نطلع مع بعض كده المشتقة الأولى اضرب بقى شباب معايا خمسة ضرب اتنين يسوى عشر وقادي الاكس واوعى تنسى تطرح من القس واحد يبقى الخمسة هتصبح أربعة ناقص هتضرب التلاتة في واحد بتلاتة واطرح من القس واحد يبقى هيكون اكس قس اتنين كده انت اشتقت للمرة الأولى خلي بالك ان السؤال عايز المشتقة التانية يبقى اشتقة كمان مرة اضرب معايا بقى أربعة درب عشر أربعين اكس قس تلاتة هنترح من القس واحد واتننضرب تلاتة ستة واترح من القس واحد يبقى ستة اكس اذا الاجابة أربعين اكس تكعيب ناقص ستة اكس الجواب دي السؤال اللي بعده بيقولك تبسيط العبارة اكس ناقص واحد على اكس تربيع ناقص ستة اكس زائد خمسة هو كم يطر نخلي بالنا يا شباب البسط بالنسبالنا في المسألة دي في أبسط صورة يعني اكس ناقص واحد دي نزلها زي ما هي لكن لو بصيت للمقام هتلاقي المقام ده عبارة عن مقدار ثلاثي وبما انه مقدار ثلاثي يبقى هيتحلل عن طريق قوسين وخلي بالك معانا هحلل ازاي الاكس تربيع هحط اكس هنا واكس هنا خلي بالنا يا شباب من النقطة اللي جاي احنا عاوزين عددين نضربهم في بعض يدونا موجة بخمسة ولما جمعهم يديني سالب ستة تاني عددين لما نضربهم في بعض يديني خمسة ولما جمعهم يديني سالب ستة اكيد طبعا لما نضربهم في بعض يديني خمسة يبقى ما فيش قدامي غير واحد في خمسة لان واحد ضرب خمسة خمسة ولما نجمعهم يديك سالب ستة يبقى لازم هنا تكون اشارة سالبة وهنا سالب عشان سلب 1 سلب 5 يعني سلب 6 كده لازم يكون عندك فيه اختصارات يا شباب عشان تحط المسألة في أبسط صورة فتلاقي الـ X نقص 1 دي مع الـ X نقص 1 دي مع السلب يصبح عندك البسط في 1 والمقام فيه X نقص 5 إذن الجواب إيه؟ السؤال اللي بعده بيقولك أوجد لمت 7X تكعيب زائد 1 على X تربيع زائد 4X لما X تقول سلب ما لا نهاية طبعا يا شباب إن كنت تكلمت بالتفصيل على الثلاث حالات بتوع الليمت لما الـ X تقول ما لا نهاية أو لسلب ما لا نهاية دي أحد الحالات دي وعندنا هنا أعلى قصة في البسط 3 وأعلى قصة في المقام 2 وبالتالي النهاية هنا هتكون سالب ما لا نهاية ارجع للفيديو اللي فات يا شباب هتلاقييني شارح فيه الثلاث حالات بتوع الليمت أو بتوع النهاية لما يكون الـ X تقول لموجب أو سالب ما لا نهاية السؤال اللي بعضوا بيقول لك ما أبسط صورة للمقدار الجزر التربيعي لستة وتلاتين A Up 4 بقص الستاشر كل اللي انت هتعملو يا شباب هتاخد الاول الجزر العددي للستة وتلاتين فالجزر التربيعي للستة وتلاتين هو الستة ايه هو العدد اللي انضرب في نفسه اديك ستة وتلاتين اكيد ستة ضرب ستة وهنا A Up 4 الجزر التربيعي لA Up 4 خد نص القص فنص الاربعة اتنين يعني هيكون ايه تربيع نفس الكلام بي قص 16 الجزر التربيعي لها خد نص 16 يعني بي قص 8 وبالتالي الجواب الصح هنا هو الجواب دي اسطل بعده بيقولك صورة النقطة 0 و 4 بالداران بزاوية 270 نفتكر مع بعض كده يا شباب قعدة الداران بزاوية 270 قلتلك لو عندك نقطة اسمها x و y وعايز تجيب داران لها بزاوية 270 يبقى هيكون الاجابة عندك y وسالب x يعني هتبدل ال y مكان ال x بس هتغير اشارة ال x وبالتالي كل اللي سيادتك هتعمله هنا هتبدل ال 4 مكان الصفر واتغير اشارة ال x فهتكون 4 و هتجي تغير اشارة الصفر طبعا الصفر ملوش اشارة يبقى يفضل صفر زي ما هو اذا الجواب دي السؤال اللي بعده بيقولك ما الفترة التي تتزايد فيها الدلة f of x المرسومة في شكل المقابل طبعا شباب من الشكل كده وبدون رياضيات وبدون اي فلسفة الفترة اللي بتتزايد فيها الدلة هي الفترة اللي السهم فيها متجه لا اعلى وبالتالي فترة التزايد هنا هتكون من النقطة دي والسهم هنا متجه الى مالة نهاية وبالتالي انزل كده على محور x هتلاقي عندك من النقطة 3 مغلقة الى كام يا شباب الى موجب ما لا نهاية مفتوح اذا الجواب دي السؤال الاخير في فيديو النهاردة بيقولك اذا كان لدينا المتجهين بي بيسوي واحد واربعة واي بيسوي خمسة وسلب اربعة فان اتنين اي نقص بي بيسوي كام يا ترى نركز يا شباب مع بعض كده هو هنا بيقولك اتنين اي نقص بي اتنين اي يعني هتاخد المتجه اي ده وتضربه في اتنين وبعد ما تضربه في اتنين هتطرحه من المتجه بي اضرب معايا كده يلا اتنين ضرب خمسة عشر وتنين ضرب سلب تلاتة سلب ست هتاخد بقى المتجه ده شباب وتنقصه من المتجه التاني اللي هو المتجه بي عشر نقص واحد يعني تسعة وهنا على فكرة ممكن لا تكمل حل خلاص لان انت عندك في الاختيارات اختيار وحيد بس اللي اوله تسعة يبقى اكيد ده الاختيار الصحيح لو عايز تكمل طبعا عادي خالص سلب ست نسلب اربعة يعني سلب عشرة وبالتالي الايجابة اي وكده شباب نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم منه استناني ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن التسريبات الواردة في الفترة التانية بإذن الله بس اشبهة تعمل لنا لايك واشتراك للقناة